أنا أحب الكلام اللي بأسانيد حالا قلت لي أنا متفائل جداً تقوليش متفائل وتوديني للبحر وترجعني عالشون متفائل لي إيه أسانيدك طيب أسباب تدعو للتفائل حتى على الصعيد الرقم الريكورد بتاع ريا المدريد في المباريات الأخيرة حالو حتى خسارته في السوبر الأسباني آخر خمس مباريات في الدوري وهو بيلاعب فرق من قمة الدوري بيخسر أدام بارشلونة بيخسر أدام مايوركا بيتعادل بيقفوس في مبارتين من آخر فقط خمس مباريات في الليجا ريا المدريد الفرق اللي خسر منها بيستثناء بارشلونة خسر منه في السوبر وفي الدوري بيتكلم على ريا المايوركا ورايا فاركانو فرقتين مركز عشر ومؤخرة الترتيب بتتكلم على فرق منتصف وهو وقاع الجدول هل ده معناه أن المنافس سهل أبداً؟ أبداً لكن ده معناه أنه ممكن أنا ما بقولش أن المباراة أسهل ولا أن الأهلي عنده أبرهاند ولا الأهلي حسوسه أكبر فممكن ده مش معناه الأهلي يا جماعة بكرة يكسب خالص ده مش معناه أنه ضمان المكسب موجود ولا حتى لنسبة الأهلي النظرية على الورق أكتر خالص لكن احنا بنتكلم على الإمكانية بنتكلم الحاجات اللي أنا قلتها دي رقم مش بتكلم على مباراة ولا اتنين بتكلم على منذ بداية عشرين تلاتة وعشرين بتكلم على شهر ونص تقريبا احنا لسه بنتكلم في نفس الدائرة اللي ريا المدريد بيلف فيها عنده مشاكل كتير جدا حط على ده بعض الغيابات المؤثرة اللي أنا شايف على رأسها السنائي آه كل اللي لعيبها في ريا المدريد لعيبها كبار والسكواد كبير لكن السنائي كاريم بنزيما وكورتوا انت لما تيجي تتكلم على الأرقام كاريم بنزيما حطت عشرين جول السنائي اللي بيلعب جنبه في خط الهجوم لما تيجي تتكلم على رودريجو وفينيسيوس لاتنين مع بعض جميل تلاتة وعشرين جول فهو نص القوى الهجومية بلا شك يعني فغيابه طبعا مؤثر لكن يبقى لما تيجي تقول لي ان رودريجو يلعب وفينيسيوس اتنين مرعبين لكن برضو بتكلم على انه غياب نص القوى الهجومية كاريم بنزيما بيتدوم حلول مختلفة افضل مواجم في العالم طبعا كورتوا افضل حارس في العالم غياب افضل حارس حتى لو رون حارس في العالم المدديد معناه حارس كبير لكن في النهاية ان الحارس الاساسي والحارس اللي اللي بقاله فترة طويلة مستوى مفوش تزبزب وسابب ده الى فترة طويلة كل دي مؤشرات يا كريم تقول لك انه ممكن جدا 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 وهنقل لك كولر قال لي اللي عبية النهاردة من المنطلق اللي انا بقوله لك ده اه نيقل لي طيب ماشي لو انت عشان هو تنقل على محمود لا ما انا هاجل محمود بس هاكين محمود عايش يسمع زي اه نسمع كولر قال لي كولر نهاردة ما بين كل جملة وجملة من كل جملة وجملة كان بيقول لهم صدقوا انكم تقدروا الراجل قاعد بيشتغل فني وبيشرح لعيبة ونعمل ايه وهنقول بقى الكواليس الفنية وعمل ايه وطلب من اللعيبة ايه وحنا بنشرح بالحالات لكن الراجل النهاردة طالب اللعيبة بانها هتصدق النهاردة طول المحاضرة النظرية الراجل بيقول للعيبة صدقوا انتوا فرق 11 لعيب ضد 11 لعيب اه هم فرقة كبيرة اه كل الدنيا بتتكلم ان هم عندهم فرص لكن انت مش هتكسب الا لو انت مسدق انك تقدر تكسب اللي عليك وسيب النتيجة بعدين يحصل فيها اللي يحصل انزل شيل الضغوط من على كتابك انت بتلعب افضل فريف العالم شيل الضغوط وهنا عشان اقف عند نقطة الضغوط الراجل بيتكلم حاول قدر الامكان العب كورة انزل اللي يتقلك اعمله في الملعب لكن ما تبقاش متكتف وانا بقولك لما نجي نتكلم بقى في التوصيل فان الراجل طالب حاجات هتتعامل بكرة بعض الحاجات التكلفات اللي خدها تبدو دفاعية وتكلفات اخرى تبدو غاية في التحرق فالراجل بيكمل مدرسة التوازن من قبل ما نمتش يبدأ ومن قبل ما نيجي بكرة انا بقولك الراجل هيعمل ايه بكرة واحد تنين تلاتة لكن الراجل النهاردة كان مركز مع كل اللاعبين كل اللاعبين قال لهم صدقوا ان انتوا تقدروا تكسبوا لان انا مصدق لان انا مصدق ان حظي في المباراتين اللي انا لعدتهم وانا لاعب مع ريا المدريد وما كسبتش ان انا مش هتغلب تالت من ريا المدريد ودي لسألة مهمة جدا 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 من مارسل كولر السلام الصورة يعني اكبر معبر عن الراجل ده وانا الصورة دي كانت لا لا الصورة الصورة دي هم حطنا يعني محطوطة زي حاجة تحفيزية اه حاجة تحفيزية السوشال ميديا وجماعير الاهلي فانا مؤمن تماما 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 كريم انه الراجل ده راجل واقعي جدا 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 فلما يقولهم صدقوا ان احنا نقدر نكسب هو الراجل مش بيعمل جيم من اجل التحفيز الصورة دي هتبقى صورة تاريخية حلوة الدزاين يعني اه طبعا طبعا وانا بقولك ان شاء الرحمن يعني بكرة ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن اذا شاء المولى هنيجي بكرة وقود صورة انا ريضا ان شاء الله ان الراجل ده كان من اسباب ان النادي الاهلي يوصل فاين الكاس عالم انديا بإذن الله انا محب تفاول بتاعك لا يعني بجد مش بها صدر بس التفاول بتاعك ده بيحفزني يعني بيحسسني ان شاء الله وانا متفائل والله تفاول مسبب مش تفاول عاطفي ابدا تاقيل